لازالت صور الهولوغوست الأسدي تكشف يوما بعد يوم عن المزيد من أسماء المعتقلين الذين قضوا في سجون ومعتقلات النظام الصور التي سربها قيصر لازالت بعث أمل لكل أم أو زوجة سورية للتعرف على ابنها أو زوجها الذي فقدته منذ سنوات آخر الصور التي تم التعرف عليها كانت لستة وعشرين معتقلا قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام من أهالي مدينة التل في ريف دمشق منهم اثنان من عائلة الأحمر التي ينتسب إليها عبدالله الأحمر الأمين العام المساعد لحزب البعث داريا في ريف دمشق وبحسب ناشطين كانت من أكثر المدن التي تم التعرف فيها على صور الشهداء حيث قال المركز الإعلامي لمدينة داريا إن عدد شهداء المدينة الذين تم التعرف على صورهم حتى الآن بلغ 53 شهداء تعرف الأهالي على خمسة أشخاص معظمهم كان يقبع في سجن المخابرة الجوية أحد المعتقلين كان الشيخ نبيل الأحمر إمام أحد أشهر المساجد في داريا مسجد أنس بن مالك يلي دوم حي دمر الدمشقي الذي بلغ عدد شهدائه 31 في حين وثق الناشطون في الزبدان 30 شهيدا من أبنائها وكان لحي القدم جنوب العاصمة 21 شهيدا وثقهم ناشطون خلال الأيام الماضية في حين تم العثور على صور لثمانية شهداء من مخيم اليرموك كما تمكن أهالي الكسوة والمقلبية بالغطة الغربية من العثور على صور لثلاثة عشر شهيدا إضافة لوجود أحد عشر شهيدا من جديدة عرطوز وشهدين من قدسية وخمسة شهداء من حي المزة وشهيد من حي التضامن وآخر من حي الميدان هكذا تزداد القائمة يوما بعد يوم أمام مرأة العالم دون أن يجد السوريون من يقف معهم في مواجهة هذا الطغيان الذي لا حدود لها